وفي البداية أحب أن نسألك عن رأيك بأكاس خليجي 25 وشنو رأيك بأداء منتخبنا والفوز اللي حققه رغم صعوبة اللعب والأمطار والله بالنسبة شعوري شعور أي مواطن عراقي مو كفنان مو لأن كفنان ضمن هذه الظروف الأجواء اللي سيئة للأرضية والمطار وهذا والمنتخب حقق ما يريد العراقيين نعم جميل أستاذ شو توقعاتك لللعبة الجاي للمنتخب العراقي خصوصاً لين العراق واليمن إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله طيب أستاذ إبراهيم من وجدتك فكرة المجسم اللي سويته اللي حابين نشوفه أيضاً وشنو يرمز يعني هل ممكن نعرف تفاصيل أكثر عنه هذا العمل نعم ممكن تشرح لنا عنه أكثر عن شو بيعبر من ون إجتك الفكرة يمثل هاي الإيد الخليجي نعم 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 تعبير هذا عن الإيد الخليجية نعم اخترقت الحاجز اللي هو الهدف نعم نعم وضعت البطولة بيد العراقيين بيد العراقيين نعم نعم حيلو تحقيق الحلم معناها اسمها تحقيق الحلم ان شاء الله يا رب ان شاء الله أكيد يا رب احنا منحب نعرف انه انت عملت وهذا ان شاء الله نعم فضل ان شاء الله هذا العمل راح يهدى إلى مقدم برنامجة برنامج المجلس اللي هو مقدم البرنامج خالد جاسم نعم اكيد تحياتنا إلي يعني احنا ما نقدر ننسى دور الإعلام طبعا بتغطية هذا الحدث بالذات المجلس اللي يمكن استقطب ضيوفه من كل أنحاء الوطن العربي في تحياتنا طبعا للزميل خالد جاسم نعم بس اريد اعرف ليش اختاريت خالد جاسم تحديدا حتى تقدم لهذه الهدية لان هو ضحى من كل ان يوصل إلى العراق وكان يتمنى ان البطولة صار بالعراق الحمد لله اليوم اصبحت واقع ويعني حياهم والله في بصرة الجميع مثل بنقول حلو تمام استاذ انا بحب اسألك هل ممكن انك تعمل منحوتات مجسمة اخرى وتهديها للعراق مثلا هل عندك هاي الفكرة مستقبلا او يعني بالاعمال القادمة؟ قدمت عدة اعمال وللعسف ما استقبلوها المسؤولين اي جهة بالضبط هل ممكن نقدر نذكر؟ بلدية رمادي شلو نوع العمل كان وليش تم رفضه اصلا؟ اعمال توضع في الشوارع في الساحات ومنها اوه؟ نعم تفضل اعمال توجد بالساحات والنافرات قدمنا عدة اعمال وللأسف انسرقت الجهود للأسف طبعا هذه ممكن تكون رسالة لبلدية الرمادي حتى يتابعون هذا الملف بالذات لشخص محب لوطنه وحاب انه يقدم شيء يعني سواء كان يمكن كل شخص حسب امكانيته يعبر عن حبه لوطنه وعن موقفه اتجاه الوطن نعم فنتمنى اليوم انه تكون اكو يعني استجابة عاجلة لهذا الموضوع نعم ان شاء الله احنا بنحب نعرف عنك وعنحنك بشكل عام احكي لنا شو بتعمل شو بتقدم منحوتات اشرح لنا شو المنحوتات اللي انت عملتها واكتر منحوتة قريبة لقلبك يعني انت بتحس انك انت عبرت عنك اكثر من اعمالك الاخرى والله انا دائما اقدم اعمال عن طريق شغلي بالطين يعني اقدم عنه واميل للمدرسة التجريدية اكتر اشي يعني الشكل مو اكاديمي او تعبيري وانما مجرد من الاشكال يكون عمل مدروس ويكون قريب للمتلقي مو اي واحد يفهم الموضوع مو اي واحد يفهم الموضوع مجرد من الاشكال الناقد والمفكرين يعرفون هذا الشيء شيء يعبر هذا الموضوع والموضوع مو يكون مخصص واحد وانما يكون عدة افكار يعني بحيث هذا يعبر مو عن فكرة واحدة كل واحد يشوف برؤيته الخاصة يشوف هذا الموضوع ما يعبر عن نفسه نعم صحيح طيب اليوم استاذ ابراهيم شنو الاعمال القادمة ان شاء الله اللي مجهزها والله اذا قدم اعمال ان شاء الله فكرة عن الحروف العربية هلو فالشغل يكون بطين عبارة عن حرف لام وينطيب بنفس المعنى عبارة عن حرف نون نعم شغل بطين ويصير بيه علي حروف عربية نعم جميل المجسمات الموجودين حواليك هؤلاء انت من عمل ايدك هل هم من الطين برضو انت عم تعملهم اللي احنا عم نشوفهم حواليك في مجسمين وراك واحد جنبك هذا يشغل بالطين بعدين ينوخذ لقالب جفز بعدين ينصب مادة انا صاب بمايدة الفايبرغلاس حلو ويصوي للتعتيق بحيث يصير لونها لون البرونس نعم جميل طيب استاذ ابراهيم قبل ما نختم اياك حبي نعرف اذا اكون كلمة اخيرة احب توجهها للمنتخب العراقي بلعباتهم القادمة ان شاء الله انا احب اوجه للمنتخب العراقي ان شاء الله يكون جهودهم ان شاء الله يحققون البطولة اتمنى ان يحققون بطولة كأس الخليج لان كل الخليج معهم نعم كل دول الخليج معهم ان شاء الله يحققون الفوز ويحققون البطولة نعم ان شاء الله احنا نشكرك استاذ ابراهيم على وجودك معنا وعلى فنك الرائع ان شاء الله من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح ويعطيك الف عافية اشتركوا في القناة